في ردها على عملية طوفان الأقصى أظهرت واشنطن دعماً غير مسبوق لتل أبيب بدأ بتبني سردية الاحتلال لما جرى في ذلك اليوم ثم انتقل إلى التماهي تماماً مع تبريرات وأهداف العدوان على غزة رغم ما خلفه من قتل وتدمير ومع استمرار هذا العدوان للشهر الثالث دون نتائج عملية فيما يتعلق ببنك الأهداف الذي وضعته حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت تسمع في واشنطن أصوات ربما تشكل نقطة تحول فيما يتعلق بالموقف الأمريكي يقول الرئيس بايدن إن حكومة نتنياهو لا تريد حل الدولتين مشيراً إلى وجود خلافات معها وفي انتقاد غير مسبوق يدعو بايدن نتنياهو إلى إجراء تغيير على حكومته اليمينية المتطرفة ويحذر من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب قصفها العشوائي على غزة عبارة لم ترد على لسان أي من المسؤولين الأمريكيين طيلة أكثر من شهرين على هذه الحرب تصريح قالت عنه صحف أمريكية إنه أكبر تغيير في لغة واشنطن بشأن حرب إسرائيل على غزة وربما ينذر بتحول أكبر قد يشهده الموقف الأمريكي مستقبلاً بعد أن ظهر إلى العلن انقسام بين الجانبين سبقه انقسام داخل إدارة بايدن بشأن تعاملها مع هذا الملف الذي امتد ليشمل مؤسسات عدة بينها الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية السي آي آي محور الخلاف بين الجانبين تحدث عنه نتنياهو صراحة وتمثل فيما سماه اليوم التالي للحرب وما وصفها بمرحلة ما بعد حماس تريد إسرائيل سيطرة أمنية على غزة بعد العدوان فيما تقول واشنطن إنها تعارض أي احتلال للقطاع أو اجتزاء لأراضيه أو تهجير لسكانه لكن موقف واشنطن لطالما أظهر تناقضاً بدى فاضحاً بعد إجهاضها مشروع قرار بمجلس الأمن دعا لوقف إطلاق نار إنسانية فيما تبدل أسى والحزن تجاه سقوط ألاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين ندر علوش ترت عربي